وحول مشروع حياة كريمة قال رئيس السيسي أن ما يحدث الآن من تطوير هو خطوة من ألف خطوة وأكد رئيس السيسي أن ما يحدث هو تقدير موقف حقيقي للوضع الحالي ومواجهة حقيقية لما نحن فيه المشروع ده اللي احنا بنعمله برضو بقولك عشان نختم كلامي كل اللي احنا بنعمله في مصر ده هي خطوة من ألف خطوة لسه هنعملهم لو الدولة لازم تعمله خطوة من ألف خطوة ده كلام مش معنوي ده تقدير موقف حقيقي لوضعنا هي أن احنا نواجه حقيقة ما نحن فيه في بلدنا مصر أنا بقولي الكلام ده للشباب اللي جاي من كل حتة في الدنيا تقدير حقيقي للتحديات اللي موجودة عندنا وبالمناسبة اللي انتو بتسمعوا مني ده ده عبارة عن تواصل مستمر بين الحكومة وبين الشعب ما بنخبيش حاجة بنقول كل حاجة بنقول للناس كل حاجة